هي عولة عصبية جداً فلا أنا سمعته إن عولة بطلت حاجات فالحاجات دي أثرت على جسمها وابتدت تضرب نفسها في الحيطة وابتدت تخبط في الأرض موسيقى 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 هي عولة عصبية جداً فلا أنا سمعته إن عولة بطلت حاجات فالحاجات دي أثرت على جسمها وابتدت تضرب نفسها في الحيطة وابتدت تخبط في الأرض كلام ده من الشغالين اللي هم بيشتعلوا عندها دلوقتي حكولي تعرضت لكسر في صباحها والتهاب عن الرئة بس ما فيش أي ما كانش في أي حاجة هي صرحت إن حضرتك لا لا ما حصلش هي ما صرحتش كده أبداً آه هي صرحت إن أنا تهجمت هنا بكماندوس وقالت إن هو جايب بس ده ما حصلش طبعاً وإلا نيابة ما كانتش حافظت إلا المحضر والكلام ده كله هل تتأخر شؤال بقى حريزي بتاعدي على حضرتك في الضرط ومعاتك في جنال بتاعدي على الباب؟ أنا كنت داخل عادي خالص ولقيت اتنين واحد بيفتح الباب فزقيت الباب وفي نفس الوقت مشيت فلقيت واحد تاني شلني من طهر وحرفني على الباب ولما وقعت على الأرض أم أقولها رح تضربني بالحديدة على دراعي وكانت ساعتها أقولها ضربتني بالإزازة في وش عمري ما كنت أتوقع إن ده يحصل نهائي عمري ما كنت أتوقع إن ده يحصل نهائي كنت متوقع إن إحنا هنخش ونقعد أنا وغير ونتكلم عادي خالص إنما إن هي تلفز الشتائم وتلفز الحاجات دي اللي هي تقالت واللي تقالت لشريكي والحاجات اللي حصلت دي أمي ما كنت أنتظر من أقولها حتى مش عايز أقول الحاجات اللي هي قالتها بس ألفظ وحشة جداً لو في فرصة للفرصة إن إحنا نعود وكل واحد ياخد حقه أنا طبعاً موافق إنما صرح لا انتهت علا من حياتي نهائي مرسي لوقتك مرسي لوقت حضرتك متشكر جداً